الراديو والتلفزيون والموبايل وأي وسيلة اتصالات تسمع عنها أو حتى ما تسمعش عنها كان السبب فيهم عالم كان بس عاوز يثبت صحة معادلة اكتشافها عالم تاني وما كانش يعرف ان باسباته ده شكل العالم هيضغير لدرجة النمائة وهو مقتنع انه ما عملش اي حاجة ذات اهمية السلام عليكم سنة 1850 الغاز الطبيعي دخل وانتشر في ألمانيا وكانوا بيستخدموه في الإنارة بس كان فيه مشكلة ان المواقد اللي كانت موجودة في الفترة دي كان معدل احتراقها غير ثابت وبتهبب والضق والحرارة اللي كانت بتخرج منها كانوا بيفضلوا يتغيروا طول الوقت ودي كانت نفس المشكلة اللي قابلت العالم الألماني روبرت بنزن في اللهب اللي كان بيستخدموا في معمله لكنه حاول يحلها وقدر انه يصمم موقت اللهب بتاعه ثابت والضق والحرارة اللي خارجين منه ما يتغيروش وسمى الموقت ده على اسمه بموقت بنزن او لهب بنزن اللهب اللي بعد كده تم استخدامه على انطاق واسع واصبح مفيش معمل في العالم الا هو بيستخدم موقت بنزن ولولا ان الراجل ده ما عملش ليه براية اختراع كان جنى من وراه ارباح مهولة ولو انت عدت قبل كده على اي معمل في حياتك فلابد انك تكون شفت لهاب بنزن او حتى سمعت الاسم ده بس قبل ما بنزن يصمم اللهب بتاعه بفترة كبيرة تحديدا سنة 1750 العالم توماس ميلفيل كان ملاحظ ان بعض المواد لما تيجي تجيبها وتحرقها كانت بتطلع لها بلونه بيكون مميز لها بس فترة ميلفيل ما كانش حد لسه اصلا اكتشف العناصر ولا يعرف ايه هي الزرة ده غير ان ميلفيل ما كانش معاه الادوات اللي يقدر انه يحلل بها الضوء بشكل كويس لكن طبعا في الفترة بتاعت بنزن كل ده كان واضح كان عارف العناصر والزرة ده غير انه قدر يصمم لها بمعدل احتراقه ثابت وكان معاه الادوات اللي بيقدر يحلل بها الضوء سواء بقى منشور نيوتن او محزوز فراون هوبر وبالتالي بنزن قرر انه يكمل الشغل اللي بدأ توماس ميلفيل فبا يجيب العنصر ويحرقه ويعد الضوء بتاعه على منشور ويفحص الضوء اللي مر بالمنشور فيفاجأ انه العنصر بيطلع مجموعة من الخطوط الملونة مفصولة عن بعضها الله او مال فين الطفل مستمر اللي كان بيطلع من ضوء الشمس واللي الالوان فيه كانت كلها متصلة ولزقة في بعضها والاغرب كمان انه كل عنصر كان بيطلع مجموعة من الخطوط الملونة مختلفة عن التاني وبقى من الواضح ان الخطوط دي تقدر تعتبرها البصمة اللي بتميز بها العنصر بنزن بدأ يحرق كل المواد اللي يعرفها والمواد اللي ما يعرفهاش ويصنفها بناءا على البصمات اللي بتطلع منها لحد ما حول عناصر الجدول الدوري كله لمجموعة من البصمات مختلفة عن بعضها وبالتالي لما كان بيلاقي بصمات ما شفهاش قبل كده فيعرف ان البصمات دي العنصر محدش لسه اكتشفه وبالطريقة دي قدروا ان يكتشف عناصر جديدة محدش اكتشافها قبل كده زي السيزيا مورو بديم لكن اثناء ما كان شغال على عناصر والمركمات كان محتاج طريقة يقدر يزود بيها من وضوح البصمات اللي بتطلع خصوصا للعناصر الندرة واللي تركزاتها قليلة واللي بصماتها كانت بتطلع مش واضحة مين بقى كان معاه في الجامعة وكان صديقه الصدوق اللي ما بفارقهاش ابدا العالم الالماني جوستاف كرشوف او كركوف على حسب ما بتنطقوها وذا طبعا من اسمه اكيد ا이는 صاحب قونين كرشوف اللي ياما مرمتتت ناس على قديها المهم ان الكرشوف ك simulatedح scene ميزيييي مش الحاجة الحامرة لو صلتت عليها ضوء احمر بيزود من وضوحها وسطوحها والحاجة الخضرة لو صلتت عليها ضوء اخضر بيزود من وضوحها وسطوحها طب هذه ضوء البيض بيتكون من كل الالوان احنا نيجي ونصلتو عليه عنصر اللي بتحرق وبالتالي هيزود من وضوح الالوان اللي هو بيطلعها على سبيل المثال لو العنصر بيطلع لون أصفر ضعيف وجيت صلطت عليها الضوء البيض اللي في كل الألوان فاللون الأصفر اللي موجود جهة الضوء البيض هيزود من وضوح اللون الأصفر اللي العنصر بيطلعه وبالتالي هيظهر أوضح وسط الألوان بتاعت الضوء بنزن قال له حلوة أول فكرة دي تعال بقى نجربها بس لما كانوا بيجيبوا العناصر ويحرقوها ويصلطوا عليها الضوء البيض ملقوش ان هذا اللي بيحصل والمفاجئة ان البصمات العناصر ميش بس مكنتش بتظهر أوضح دي كانت بتختفي وبييزهر مكانها خطوط سوداء واسط الألوان بتاع الضوء البيض زي الخطوط السوداء اللي كانت بتظهر مع فراون هوفر فكر شوف بس البنزن وأقال له أنتعارف الكلام دى معني؟ ان الخطوط السوداء اللي كانت بتظهر مع فراون هوفر بتقول له تركيب النجوم والعناصر اللي موجودة جواها واللي بيحصل ان الضوء البيض اللي خارج من بطن النجم بيعدي على العناصر اللي عمالة بتتحرق جواه وكل عنصر بيمصوا منه البصمات اللي المفروض بيطلحها وبتظهر مكانه خطوط سودا وإحنا عارفين كل البصمات اللي بتطلحها العناصر ده احنا اللي عاملينها وبالتالي من الخطوط السودا أو البصمات اللي اختفت دي أقدر أعرف تركيب العناصر اللي موجودة في النجم والموضوع ده كان دقيق جدا لدرجة ان العالم نورمال لوكير سنة 1868 قدر يكتشف وجود الهليم على الشمس قبل ما يتم اكتشافه على الأرض الراجل لاحظ بصمة العنصر ما كانتش بتشبه أي بصمات العناصر اللي موجودة على الأرض وبالتالي اعتقد ان العنصر ده مش موجود غير على الشمس فقط عشان كده سماه الهليم على اسم هليوس إله الشمس إلا ان كرشوف بسبب الملاحظات دي طلع وقتها بفكرة ما كانش يعرف انها هتقلب الفيزياء رأسا على عقب قال يا جماعة احنا لقينا ان اي عنصر بيقدر يمتصم الضوء الأبيض الألوان اللي بيطلحها طب لو افترضنا اننا معنا جسم سود قاتم جدا فالجسم ده المفروض ان يمتص كل الألوان اللي سقطت عليه وبالتالي المفروض ان يطلع كل الألوان اللي امتصها دي بس ده سود ازاي هطلع ألوان وهو سود قلم الحرارة كل ما امتص دق أكتر كل ما سخن أكتر كل ما طلع دق أكتر زي كده بالضبط لما تجيب حتة معدن وتسخنها في البداية هتلاقي انها حمرت او طلعت دق أحمر سخنها أكتر هتلاقي انها صفرت وبالتالي كده طلعت الاحمر والاصفر سخن أكتر وأكتر هتلاقيها بيضت وبالتالي كده طلعت كل الألوان بس الكلام ده معناه ان الضوء اللي بيطلع من الجسم بيعتمد فقط على درجة حرارته يعني حتى الأجسام اللي بالسودة واللي بيطلع ألوان محددة لو سخنتها هتطلع كل الألوان لان زي ما قلنا الموضوع بيعتمد على درجة الحرارة فقط والكلام ده كان صحيح مجرد أفكار في الماكر شوف وكلام نظري إلا انه كان بيتحقق بشكل عملي كان كل ما تسخن أي مادة أكتر بتطلع أدواء أكتر بس طبعا الحلو ما يكملش كان بمجرد ما ترفع درجة الحرارة وتوصل بها لأنه لنزرق القاعدة بتتكسر ومهما رفعت من حرارة الجسم ما بيطلعش أشعة فوق بنفسجية وطبعا انت تحمد ربنا ان الكلام ده ما بيحصلش لأنه لو بيحصل وجيت تعمل صانية بطاطس في الفرن مثلا فبمجرد ما تستوي هتمنالك البيت كله أشعة فوق بنفسجية وبالتالي هتبقى آخر صانية بطاطس تاكلها في حياتك بس على قد ما صانية البطاطس دي حاجة مهمة إلا إنها ما كانتش فارق قوي مع العلماء وكان كل اللي فارق معهم ليه الكلام ده ما بيحصلش ليه مهما سخنت الجسم ما بيطلعش أشعة فوق بنفسجية وتسمت المعضلة دي وقتها بكارثة الأشعة فوق البنفسجية أو الألترا فيلوت كتاستروفي والمعضلة دي فضلت صامدة قرب 50 سنة محدش قدر يحلها لحد ما تحلت على إيد العالم ماكس بلانك سنة 1900 لما قال إن الطاقة عبارة عن حتة صغيرة أو كمات وبدأ بيها عالم ميكانيكا الكام لكن طبعا لو عايز تعرف المعضلة دي تحلت إزاي وماكس بلانك عمل إيه وإيه اللي ترتب على كده فممكن إنك توقف الفيديو عند النقطة دي وتروح تشوف سلسلة ميكانيكا الكام لو ما كنت شفتها لإنها بتبدأ من عند النقطة دي تحديدا لكن في نفس الوقت اللي كان بانزين وكرشوف بيفسروا فيه خطوط فراون هوفر كان العالم أرماند فيزو بيحاول إنه يقس سرعة الضوء بدقة أكبر من اللي أسهبيها قولي ريمور لو لسه فكروا فيزو قال يا جماعة أنتو مشكلتكن الضوء بيقطع مسافة كبيرة أوي في زمن صغير جدا وإنتو بظلتوا تجروا ورى المسافة الكبيرة لحد ما وصلتوا لأقمار المشترى وما حاولتوش تمشو في سكة الزمن الصغير طب ما تجوا المراضي بقى نحاول إنه نزود حسيتنا للزمن تعالوا نحاول نقسم الثانية لكم ألف جزء ساعتها المسافة اللي هنحاول نقسها هتكون صغيرة قالوا لهوا إحنا قادرين نقس بالثانية لما هنقس بأجزاء من الثانية قال لهم طب ما تخترح حاجة هي اللي تقدر والحاجة العظيمة دي كانت عبارة عن ترس ترس آه ترس الراجل جاب مرأة نصف شفافة وعدى منها شعاع الضوء ومرره من أسنان ترس عشان يسقط على مرأة تانية على بعد ثمانية كيلو والمرأة التانية دي عكست الشعاع عشان يرجع يمر من الترس من جديد ويسقط تاني على المرأة النصف شفافة اللي عكسته من جديد على تليسكوب يقدر يشوف منه الضوء لحد النقطة دي مفيش أي اندهاش فيزو قال لك طب تعال بقى نحرك الترس وبدأ إنه يلف الترس والضوء بدأ يتقطع ويضي ومضات على حسب وعدم الفتحة بتاعت الترس وإنه خبط في ترس وهو راجع فيزود من السرعة أكتر فتقطعت الضوء تبقى أسرع فيرجع يزود السرعة أكتر وأكتر لحد ما يوصل للسرعة اللي الضوء عندها ما يقدرش يمر من الترس وهو راجع وما يقدرش يشوف في التليسكوب طب إيه اللي حصل عام فيزو يخلي الضوء ما يمرش؟ قال إن اللي حصل ده نتيجة إن شعاع الضوء مر من فتحة الترس لحد ما وصل على المراية التانية ولما العكس كان الترس تحرك مسافة مقدرها سن واحد بس عشان كده شعاع الضوء خبط فيه وراجع وممرش وفي اللحظة دي أنا بقى معايا كل المعطيات اللي أقدر أحسب بيها سرعة الضوء أنا معايا المسافة اللي قطعها الضوء لما أمر من الترس اللي هو 8 كيلو رايح وتمانية كيلو جاي يعني 16 كيلو ومعايا الزمن اللي الضوء قطع فيه المسافة دي اللي هو الزمن اللي تحرك فيه الترس بتاعنا سن واحد بس ترس فيزو كان بيلف 15 لفة في الثانية الواحدة يعني زمن اللفة الواحدة 1 على 15 ثانية وكان فيه 1300 سن وبالتالي الزمن اللي هيتحرك فيه سن واحد فقط هيكون 1 على 15 على 1300 وكده بقى معاه المسافة والزمن وأصبح سهل عليه أنه يحسب السرعة عن طريق أنه يقسمهم على بعض عشان تطلع معاه سرعة الضوء بـ 313 ألف كيلو متر في الثانية بخطأ لا يتجاوز 5% فقط عن سرعته الحقيقية وطبعا المفروض أن السؤال اللي يكون جه في دمائك الوقتي إزاي فيزو قدر ينقل الضوء المسافة دي كلها وهو مش مع لازر هقولك أنت صح وسؤال عبقري بس هو كان مع عدسات قدر أنه ينقل الضوء بيها وده رسمي بيوضح لك طريقة نقل فيزو للضوء بواسطة العدسات وممكن توقف الفيديو لو أنت عاوز تفهم الفكرة وهتلاقها من الصعبة إلا أن في سنة 1862 جه العالم الفرنسي جين فوكو بتاع بندول فوكو اللي اتكلمنا عنه في سلسلة الأرض المسطحة واستبدل الترس بتاع فيزو بمرأة دوارة وقدر أنه يحسب سرعة الضوء بدقة أكبر في حدود 300 ألف كيلومتر في الثانية وبعد منه جه العالم ألبيرت مايكلسون سنة 1872 وعدل من التجربة وبدل ما يستخدم مريب والشين يستخدم مريب تمن وشوش وقدر أنه يقس سرعة الضوء بدقة تكاد تقترب من الدقة اللي احنا بنقسه بها حاليا ومش هتكلم كتير عن التجربة دي لأنها تقريباً كانت نفس الفجرة بتاع تجربة فيزو فمش هدقع بها وقت الحلقة مش مقطعين الحلقات يعني وبنزل حلقة كل أسبوع لما نيجي نضغحها كمان لكن برغم أننا عرفنا أن الضوء بيتحرك بسرعة معينة إلا أننا ما عرفناش إيه هو اللي بتحرك ده أو إيه هو الوسط اللي بتحرك فيه وكان كل الكلام في الفترة دي أن الضوء بيتحرك في وسط تخيولي اسمه الأسير اللي برضو ما نعرفش إيه هو ولا قدرنا إنه نسبة وجوده وده اللي خلى العالم مايكلسون وصديقه مورلي يعملوا تجربة يقسوا بها سرعة الضوء في جمال الاتجاهات عشان بيها هيقدروا يكشفوا عن وجود الأسير إلا أن نتيجة التجربة دي طلعت أسئلة أكتر من الأسئلة اللي كانت راح تجاوب عليها وكانت الشرارة اللي بدأت بيها النظرية النسبية وطبعاً لو عايزت تعرف إيه هي التجربة وإزاي تعملت وإيه هي النتائج اللي ترتبت عليها فممكن برضو توقف الفيديو عند اللحظة دي وتروح تتابع سلسلة النسبية هتلاقي في كل الأجوبة اللي انت محتاجها طبعاً عاملك حالة من الربط في القناة ما تلاقيهاش ولا على ويكي بيديا ولسه أصبر انت بس علي والديني وقتي وهتنبسط والله أنا لما بتأخر مش بكسل الموضوع فعلاً صعب والربط صعب إلا إن في الفترة اللي كان فيها في زو بيقس سرعة الضوء العالم جيمس كليرك ماكسويل كان شغال على أفكار فردي المتعلقة بالكهربية والمغناطسية فردي رغم أنه من أعظم العقول اللي ظهرت في التاريخ وصاحب خيال خصب جداً إلا إنه كان ضعيف في الرياضيات وتقدر انك تقول كده إنه علم تجريبي وعشان كده معظم العلماء في وقته كانوا بيبصولوا بصة مش اللي هي عمل كده بالزبط زي ما بيجيب مقاول ويبنيلك بيت وكل اللي يشوف وقول عليه تحفة فنية إلا إن المقاول ده مش درس هندسة فدايمن النظرة لي ما بيكونش فيها نفس التأدير بتاع المهندس ماكسويل كان مختلف وكان مقتنع جداً بأفكار فردي وقرر أن يحولها للرياضيات وعلى عكس فردي ماكسويل كان من أعظم العقول اللي اشتغلت على الرياضيات وعمل معادلات ما زالوا حتى هذه اللحظة هم اللي بتحكموا في الكهربية والمغناطسية لدرجة إنه لما سأله ألبيرتا أينشتاين مين أعظم علم بالنسبانك؟ المكسويل ولو في حد له فضل في ظهور النسبية بعدي فهو ماكسويل حتى فاين من قال إن بعد عشر تلاف سنة من دلوقتي لو جوم يشوفوا إيه هو أهم اكتشاف في القرن التسعتاشر مش هيكون فيه شك أبداً إنها معادلات ماكسويل ماكسويل عمل أربع معادلات ما جمعش فيهم أفكار فرديية عن الكهربية بس ده جمع فيها أفكار فرديية وجاوس وأنبير وتقدر تقول كده إنه لم الكهربية والمغناطسية في شواء عشان كده ماكسويل هو أول من بدأ في توحيد قوى الطبيعة لما واحد الكهربية والمغناطسية الرحلة اللي المفروض توصلنا لنظرية كل شيء زي ما نعرف في باقي السلسلة المعادلة الأولى بتاعت ماكسويل كانت بتوصف المجال الكهربي اللي بيتكون حوالين شحنة كهربية وإزاي المجال ده بيقصر بحيث إنه يخلي الشحنات المتشابهة بتتنافر والشحنات المختلفة بتتجاذب والمعادلة التانية كانت بتوصف المجال المغناطيسي اللي بيتكون حوالين المغناطيس وإزاي المجال ده بيخلي الأقطاب المتشابهة في المغناطيس بتتنافر والأقطاب المختلفة بتتجازب أما بقى المعدة التالتة فكانت بتشرح إزاي تغيره المجال المغناطيسي بيولد طيار كهربي والمعادلة الرابعة كانت بتوصف العكس إزاي حركة الشحنات أو مرور طيار كهربي بيولد مجال مغناطيسي وطبعا أكيد هنتكلم عن المعادلات دي لكن في سلسلة الكهربية بإذن الله ماكسول بعد ما عمل المعادلات دي سأل نفسه سؤال تقدر أنك تعتبره وبزيط النظرات النسبية قال لي ترى خطوط المجال دي وهي بتنقل القوة بتنقلها لحظي ولا بتاخد وقت يعني لو جيت وحركت شحنة الشحنة التانية هتحس بيها على طول في نفس اللحظة ولا هتاخد وقت على بال ما تحس بيها طب هتعرف إزاي عمل ماكسول وإنت شغلك كله معادلات قال برضو بالمعادلات ماكسول حلل الأربع معادلات مع بعض عشان يحسب السرعة اللي بيتنقل بها التأثير في المجال واكتشف إن التأثير بيتنقل بسرعة مقدارها 300 ألف كيلو متر في الثانية الله 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 دي نفسه سرعة الضوء اللي طلحها فوقه يعني الضوء ما هو إلا الاضطراب اللي بيحصل في المجال الكهرابي بس المجال الكهرابي بيولد مجال مغناطيسي متعمد عليه وبالتالي الضوء عبارة عن موجة كهربية ومغناطيسية متعمدين على بعض وسمها الموجة الكهرابي بيولد مجال كهربية ومغناطيسية عشان كده الموجة دي مش محتاجة الوسط أساساً عشان تمشي فيه وفكرة الأثير اللي بتنقل فيه الضوء ملهاش لازمة والكلام ده كان سنة 1865 قبل حتى تجربة مايكلسون ومورلي اللي لسه تحصل سنة 1880 بس للأسف ماكسول ما كانش مع أي دليل غير المعادلات إلا إن هنريك هيرتز كان مؤمن جداً بمعادلات ماكسول وقرر إنه يشوف أي دليل عشان يزبط صحتها هيرتز قال ما تجي نعمل العكس لو حركة الشحنة بتعمل اضطراب أو مجا كهرومغناطيسية فالمجا الكهرومغناطيسية دي المفروض أن هي كمان تحرك الشحنة بديهيات إحنا بقى نيجي ونحرك الشحنة بنفسنا والحركة دي المفروض أنها تولد مجا كهرومغناطيسية وإحنا نشوف المجا دي هتحرك شحنة هي كمان ولا لا طب هتحرك الشحنة إزاي عم هيرتز؟ قال سهلة مش الطيار الكهرابي عبارة عن حركة شحنات أنا هستخدم التغير الكهربي بس عشان أعمل اطراب أو موجة ملحوظة لازم الشحنة اللي بتتحرك دي سرعتها ما تكونش سبتة وتكون بتتغير لأن لو أنت ركب عربية مثلاً من سرعتها سبتة مش هتحس أو أنها بتحرك لكن تعال بقى ركب عربية عمالها تتحرك وتضرب فرامل وتتحرك وتضرب فرامل فأنت هتحس بالمحمدة يعني هنعمل اطراب شديد وبالتالي الشحنة اللي هستخدمها لازم تكون بتغير من سرعتها طول الوقت عشان تعمل موجة قد رحس بيها وعشان كده هرتز قرر أنه ما يشتغلش بالطيار المستمر اللي سرعة الشحنة فيه بيكون سبتة وأنا أنا هشتغل بالطيار المتردد اللي الشحنة فيه بتفضل تغير من اتجاهها وعمل دايرة كهربية مشهورة بتولي طيار متردد اسمها LC Circuit ولو أنت مهندس اتصالات فأكيد لازم تكون عارفها ولو مش عارفها عادي متقلقش هنتكلم عنها في سلسلة الكهربية هرتز خلق جهة بتاع الدائرة دي كبير لدرجة أنها كانت بتوليط شرارة كهربية في كل مرة بيغير فقط طيار دا متجاهه وبالتالي في كل مرة الشرارة دي بتتكون فأقطابها بتتعكس السلب بيبقى موجة والموجة بيبقى سالب والتردد اللي بتعمله الشحنة دا المفروض انه يعمل اضطراب على شكل موجة بتتحرك بنفس التردد بتاع الطيار وشايلة الطاقة اللي تقدر تعكس بها اللي حصل يعني المفروض لو قبلت شحنات فاتحركهم بنفس التردد بتاع الطيار الرئيسي عشان كده هرتز جاب حلقة معدنية مفتوحة ووجهها قصاد الشرارة وبدأ انه غير من اتساعها لحد ما لاحظ شرارة كهربية ضعيفة اتكونت بين فتحتين الحلقة وبالتالي كده المفروض ان الطيار عمل موجة والموجة عمل الطيار قال طب تعالوا بقى نتأكد ان اللي حصل دا حقيقي وان الموجة دي عبارة عن ضوء قال مشو الضوء بينعكس من على الاسطح والعكسة احنا نجيب مراية ونحطها قصاد الشرارة والمفروض انها هتعكس الموجة اللي سقطت عليها وانحنا عارفين ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس فلو حطت الحلقة هنا المفروض انها تستقبل الموجة وتولد الشرارة وبالفعل لما جهه وحط الحلقة لان الشرارة تكونت بما يعني ان الموجة الكهرومغناطسية دي بتنعكس زي الضوء والمفروض انها عبارة عن ضوء خلاص كده عم هرتز قال لا برضو نتأكد اكتر قال مشو الضوء من خصائصه انه بينكسر تعالوا نشوفوا الموجة دي هتنكسر ولا لا فجم منشور زجاجي وحطوا قصاد الشرارة فلقى انه بقى لازم يحرك الحلقة من مكانها عشان تقدر تستقبل الموجة وتكون الشرارة بما يعني ان الموجة دي انكسرت زي الضوء والمفروض انها عبارة عن ضوء الله والله لا يمكن لازم تضربة القضية لازم اقس السرعة اللي بتتحرك بها الموجة دي ولو لقيت انها بتتحرك بنفس سرعة الضوء يبقى خلاص كده عبارة عن ضوء وبالفعل قدر انه يعمل تجربة يقس بها سرعة انتشر الموجة اللي هو عملها ولانها فعلا بتتحرك بسرعة الضوء والتجربة اللي عملها كانت في منطقة العبقرية والسهولة وتقدر كمان انك تعملها في البيت وتحسب بها سرعة الضوء لكن عشان تعرفوا عملها ازاي هتلاقي فيديو تاني موجود على القناة بعد الفيديو ده هتقدر تشوفه لو كنت واحد من اعضاء القناة او واحد من اصدقائنا اللي بدعمونا على الباتريون المهم اننا كده خلاص اتأكدنا بما لا يدعم مجالا للشك ان الضوء عبارة عن موجة كهربية ومغناطيسية متعمدين على بعض الغير في الموضوع ان هيرتز لما عمل الشغل بتاعه ما كانش مدرك ايه هو اهميته لدرجة انه قال على شغله انه ملوش اي اهمية غير بس انه بيثبت معادلات ماكسول وما كانش يعرف ان الشرار اللي كونها هتبقى بمثابة جهاز الارسال وان الحلقة هي بمثابة جهاز الاستقبال او الانتنة اللي هيستقبل بها الاشارة وان الموجة اللي عملها كانت بمثابة الراديو ويف اللي هيتعمل بها بعد كده بتليغراف والتلفزيون والموبايل واي وصلة اتصالات في العالم واخد بالك من معنومة مهمة احنا هنا سنة 1887 وفي السنة دي لو انت لسه فاكر من الحلقة الاولى في السلسلة فهيرتز كان لسه بيحاول مع اللي بيحاوله انهم يكتشفوا سر اشاعة الكاسود الاشاعة اللي هيجي تومسون صنة 1897 ويكتشف انها عبارة عن الالكترونات وان رونتجين هيكتشف معها اشاعة اكس ويضيفها للضغل غير مرئي وبعد منهم هيجي هنري بيكريل وماري كوري ويكتشف النشاط الاشعاعي ويكتشف ان اشاعة جاما هي كمان عبارة عن ضغمة بيتشافش وبعد منهم هيجي رازار فورد ويكتشف النواة ويكتشف انها بتتكون من بروتولات موجبة ويعمل اخر نموذج للزرة اللي وقفنا عنده اللي الزرة فيه كانت عبارة عن نواة بتتكون من بروتولات موجبة وبيدور حواليها الالكترونات السالبة لكن رازار فورد لو لسه فاكرين كان عنده شوية مشاكل في النموذج بتاعه اولهم ليه النواة الموجبة دي ما بتشدش الالكترونات السالبة وبتخلىها تسقط جواها ثانيا ليه نواة زرة الهيليم اللي فيها بروتونين موجبين كتلتها اربع مرات قد زرة الهيدروجين اللي فيها بروتون واحد المفروض انها تبقى قدها مرتين مش اربعة بما يعني ان نواة الهيليم دي اكيد جواها حاجة تانية غير البروتونات والكلام ده كان بينطبق على بقية العناصر مش الهيليم بس لكن هتطلع ايه هي الحاجة دي واكتشفوها ازاي ده اللي هنعرفه بالزبط في الحلقات القادمة بس لحد ما تنزل يفضل انك ترجع السلسلة من اول وجديد وممكن تبص بص على ميكانيكا الكم والنظرية النسبية واللي اهم من ده كله انك تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناة واتفعل اشارة الجرس عشان تعرف اول ما الحلقة الجديدة تنزل سلام